القضايا الدولية بشكل عنه طيب قبل ما أشير مع حضرتك لتصريح سابق لرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أنه هو مش موافق على فكرة صفقة القرن اللي عملها دونالد ترامب وأنه ربما ده يكون مؤشر لإحياء لعملية سلام جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أمريكية قبل دي بس في نقطة عايزة أخلص منها أنه القيادة الفلسطينية كانت وصفت بأشد العبارات رفضها للتطبيع الإسرائيلي الخليجي مصر طبعا كانت رحبت وطبعا معروف ليه وكلمنا في ده كتير في حينه هل فيه أي ضل لهذا الاختلاف في وجهات النظر في زيارة الرئيس محمود عباس لمصر المرادة؟ أنا تقديري أن الجانب الفلسطيني وأيضا الجانب المصر في تعاطيه مع القضية الفلسطينية يجب أن نتعامل وفق سيناريوهين وليس سيناريو مستقبلي واحد سواء في القضية الفلسطينية أو في قضايا الشرق الأوسط ترامب له ايديولوجية هو مش جاي بيعمل بشكل عشوائي له استراتيجية مناقضة تماما لاستراتيجية من وصفهم هو نفسه بالدولة العميقة في الولايات المتحدة اللي هي قائمة على فكر الأباء المؤسسين واللي متغلغلة في كل دواير صنع القرار في أمريك ففي رؤيتين هو تحرك برؤيته وكان من نتائج هذه الرؤية إقامة علاقات بين دول خالجية وإسرائيل أنا مش بسميها تطبيع لسبب بسيط التطبيع يعني أنه كانت هناك حرب بين هذين الطرفين وما حصلش حرب يعني ما سمعناش مثلا أن دولة خالجية منهم كانت بتحارب إسرائيل فهي علاقات سلام بدلا من وضع الجمود علشان مصالح للجانبين المصالح دي بقى جواها أمور كثيرة ممكن نتطرق إليها لاحقا أو لا نتطرق لكن هي قائمة على فكرة المصالح مصالح بقى سياسية مصالح استراتيجية مصالح اقتصادية مصالح أمنية إنما بيغلفها المصالح وليس إنهاء حرب قائمة أيها لكن التطبيع كمصطلح سياسي يعني كتير من المحللين بيشوفوا إنه هو زوال العوائق ما بين الشعبين اللي في الدولتين ليتعاملوا مع بعض بأريحية تامة وإحنا شفنا مهرجانات سينما مع الإمارات وشفنا رحلات سياحية بحجم مهول يعني مش عارف هيجيبوا منين كل اللي هيروحوا بالحجم ده أسبوعيا فلا ده في تطبيع كامل يعني مش مجرد علاقة حكومتين ببعض يعني لا بس ممكن تبصي لها إن هي علاقات سلام كل طرف فيهم عايز يثبت للآخر أن رغبته في إقامة علاقات متميزة مع الطرف الآخر علاقة فيها مصداقية مش تمثيل يعني تمام إنما هو ما كانش في حرب لا ما كانش في حرب هو كان جمود بشكل تضامني من جانب بعض الدول الخليجية بالزبت كده مع الدول العربية كانت بتحارب إسرائيل ثم تغير الوضع وبقى فيه إرادة زي ما قلت حضرتك من القوة العظمى الأكبر ممثلة في الرئيس ترامب في تحريك الأمور لإعطاء قبلة الحياة لنتانياهو أنا من وجهة نظري إن نتانياهو إذا بايدن ممكن من الجلوس على مقعد البيت الأبيض أيوة في رأيي أن حكم نتانياهو الإسرائيل سوف ينتهي زي ما حتنتهي خطة ترامب فيما يخص صفقة القرن وستظهر خطة بديلة زي ما حتنتهي رؤية ترامب للعلاقات مع إيران كله مربط ببعض طب إيه المتوقع من دور أمريكي لو كملنا السيناريو الانتخابات الأمريكية مدناه على استقامته وكان جو بايدن هو اللي في البيت الأبيض جو بايدن تصريحاته وتصريحات الديمقراطيين واضحة الأولويات تختلف أولويات بايدن والديمقراطيين هي كل ما يخص الديمقراطية بفراعها المختلفة لها الأولوية كل ما يخص قضايا حقوق الإنسان لها الأولوية وبالتالي سيدعمونا كل من يدافع عن هذه المبادئ ترامب كانت له رؤية مختلفة اللي هي إيه؟ اللي هي أن النقطة الأهم تدعيم الاقتصاد الأمريكي وكان بيمارس سياسة رجل الأعمال المفتاربة اللي هي الابتزاز يعني هو مثلا لو بصنا عشان أبدأ على المنطقة شوال لو بصنا على كوريا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية هو يصاعد أو يدفع زعيم كوريا الشمالية للتصعيد مع اليابان وكوريا الجنوبية وهو اللي بيحميهم أمريك فيقول لهم لا أنا مش هحميكو هو ما يتجنن عليكو بقى زي ما هو عايز إنما أنتوا عايزين يقف معاكو يبقى تدفعوا ايه؟ أكتر هو على أكتر من مرة مش هنحمي حد ببلاش بالظبط يجي هو يدعم تركيا خلي بالحضرتك عشان الناس ما تقعش في خطأ هو بايدن له علاقة جيدة مع الإخوة المسلمين ولكن لا يجب أن ننسى أن ترامب دعم أساسي لتركيا وقطر اللي هم بيرعوا ويدعموا الإخوة المسلمين فييجي هو يستخدم ويوظف دور أردوغان في تركيا علشان يبتز أطراف شرق أوسطية وأطراف أوروبية وأطراف في أسيا الوسطى وصولاً لروسيا بيلعب بوراية مين؟ أردوغان لو حضرك شفت بايدن هتلاقيه بيهاجم أردوغان وبيهاجم أطراف أخر إنما القصة فين؟ القصة هنا إن الاتحاد الأوروبي الماكينة الأوروبية السياسية ممثلة في ألمانيا وفرنسا ومن وراءهم إيطاليا لا اسمح لي عشان أنا خرجت عن حتة فلسطين مش عايز أخرج غير لما أقفلها يعني أفلة منطقية بالنسبة لي على الأقل كمشاهد دلوقتي إحنا ممكن نشوف من جو بايدن حتة فلسطين